حدثنا وكيع حدثنا سلامة ابن نبيط عن أبيه وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يخطب يوم عرفة على بعيره حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد تحدثني أبو مالك الأشجعي حدثني نبيط بن شريط قال إني لرديف أبي في حجة الوداعي إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على عجز الراحل التي فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول أي يومين أحرم قالوا هذا اليوم قال فأي بلد أحرم قالوا هذا البلد قال فأي شهر أحرم قالوا هذا الشهر قال فإن دماءكم وأنوالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد حان عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا سلمة بن نبيط قال كان أبي وجدي وعمي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبراني أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة على جمهل أحمر قال سلمة أوصاني أبي بصلاة السحر قلت يا أبت إني لا أتيقها قال فانظر الرجعتين قبل الفجر فلا تدعنهما ولا تشخصن في الفتنة حسن حسن بن موسى حدثنا رافع بن سلمة يعني الأشجعي وسالم بن أبي الجعدي عن أبيه قال حدثني سلمة بن نبيط الأشجعي أن أباه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ردفا خلف أبيه في حجة الوداع قال فقلت يا أبتي أرني النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فخذ بواسطة الرحل قال فقمت فأخذت بواسطة الرحل فقال انظر إلى صاحب الجمل الأحمر الذي يومئ بيده في يده القضيب اشتركوا في القناة